يقول هناك من الإخوة من يقر بأخطاء فاركوس ولكن يقول معاملته بهذه الطريقة خاطئة مثل التحذير منه وتسميته بالدكتور والسروري فما توجيهكم؟ الجواب أن أخطاء فاركوس أخطاء عظيمة وليست بالهينة ولا شك أنها أخطاء منهجية وهو يعترف أنه يخالف الشيخ الألباني في مثائل عقدية ومنهجية وقوله بالإنكار العلني لا شك أنه خطأ منهجي وإذا لم يتب منه ولم يتراجع منه فإنه على مذهب السرورية وعلى مذهب الإخوان المفلسين وأمتالهم من القطبيين فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى والذي ظهر منه هو العناد والاستكبار والله المستعان وكما جاء في المثل على نفها جنة براقش على نفها جنة براقش نسأل الله أن يهديه وأن يصح حاله وأن يرده هو وأتباعه إلى الحق ردا جميلة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر